اشتركوا في القناة التواصل الاجتماعي ونشاهدها يوميا ونشاهد شهادات يوميا ونعرف كيف ان الغرب وصل الى هذه الدرجة من التفكك الاصري حتى اصبحت هذه التصرفات تصدر الى الدول او كما يقال المستعمرات السابقة التي اصبحت تستورد الافكار الغربية والتصرفات الغربية ونمط العيش الاسرة الغربية بدون علم ان هذا النمط الذي تعيشه الدول الغربية هو النمط الذي دفعها الى انها تصبح وستصبح من اضعف الدول ولا من اضعف الامم خاصة في التفكك خاصة على سعيد الاسرة ومن اهم المداخل للحوار مع الغرب هو مدخل الاسرة وهو في الوقت نفسه يعد اخطر المداخل فالغرب الديني والتقافي يرى في الاسلام وتراته منبعا لقيم بكر يمكن له ان يعيد تصنيعها او تصنيع بعضها لاعادة بناء الاسرة فالغرب التقافي الديني يدرك ان الفكر اللي برالي بكل دلاله قد كرس مركزية الفرد ونشأت اجيال ترى الفرد محور كل شيء واساسه ومصدره ومنطلقته وغايته وهذا شيء اصبحنا نراه في الغرب يعني نظرية الفرد او فلسفة الفرد الذي اصبح محور الكون يعني والتخلي عن الاسرة والتخلي عن التقاليد والتخلي عن المعتقدات خاصة بوسط الفكر اللي برالي الذي اصبح ينتشر في الغرب لكن مؤخرا بدأت تظهر مساوئه يعني في نهاية الامر اصبح اصبحنا نشاهد يعني مساوئ هذا النظام اللي برالي الذي يعتمد على الفرد واذا كانت الديمقراطية قد تمكنت من تهديب النزاعات الفردية ووضعها في اطارها الايجابي ولو مع بعض التحفذات في الجانب السياسي فان الفردية في ميدان الاسرة لم توجد لها آليات ضابطة بعد وحين استدعى اللاهوت ليقدم شيئا في هذا المجال بدأ عاززا الا في مجال الوعد اذا كانت الاسرة عندنا تمثل الوحدة الصغرى في المجتمع فان الاسلام قد علمنا ان تكون الوحدة الصغرى هي الاسرة كما يقول الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة صورة النساء الاية واحد وكل التشريعات التي وردت في المجتمع جعلت من الاسرة نقطة ارتكاز لبناء المجتمع فلا مجتمع ولا امة يمكن ان تتجاوز الاسرة الى غيرها وقد علمنا القرآن المجيد ان الهزاء فرضي وان العمل لابد ان يكون جماعي ومن هنا تقلبت الظروف في التاريخ وفي الحاضر في المسلمين وخضعوا لاحتلال واستقلال من حروب صليبية وتطارية واستعمارية معاصرة وكانت الاسرة على الدوام تعد الملجأ الاساس للامة ونقطة الارتكاز لها في سائر الاحوال ونستطيع القول دون تردل بان هذه الامة لولا متانة البناء القرآن للأسرة لتفككت منذ زمن بعيد لكن الاسرة كانت حجر الزاوية والوسيلة الاساس للمحافظة على كيان الامة والابقاء عليها واذا حللنا معارك استقلال الامة في الماضي وفي الحاضر نجد ان اقوى الدعائم التي كانت ترتكز اليها عمليات التحرر والمقاومة واعادة البناء بعد الانهدام او التفكك هي الاسرة لكن هذه الاسرة قد اصيبت اصابات خطيرة في بعض مراحل التاريخ خاصة تاريخ التخلف والتراجع وتأثرت بكثير من الفيروسات التي ادت بها الى هي فيه في ايامنا هذه لقد بدأ تفكك الاسرة في الغرب يوم سادت الفردية واعتبر الفرد هو الوحدة الصغرى وحضر الزاوية في البناء الاجتماعي وصارت الاسرة بمثابة الامر الطارئ خاصة لدى الفئات التي اضعفت العلمانية والليبرالية تدينها فلم يعد للتدين تأثير على سلوكها وتصرفاتها فغيرت مجموعة مفاهيم جعلت تبعا للفردية من اللد محورها واطلقت كلمة حب على الممارسة الانسانية لتبدأ سلسلة ابتدال المفاهيم المتعلقة بالاسرة والحقة عملية اللد والحب في اطار الرغبات الفردية فلي الفرد ان يحصل على نصيبه من اللد بشكل الذي يناسبه المهم ان يكون هناك تراضي بين الرجل والمرأة وهذا التراضي صار بديلا الى حد ما عن مبدأ المسؤولية والالتزام والتعاقد لذلك نجد القرآن المجيد يؤكد دائما على الميطاق الغليد واخذنا منكم ميطاقا غليدا الآية 21 من سورة النساء ليحافظ على مفهوم الميطاقية والالتزام ونجد كلمة حدود في القرآن قد وردت 14 مرة في 12 مرة منها وردت في قضايا بناء العسرة والنكاح والمحافظة على ذلك الميطاق الغليد بين الرجل والمرأة ورتب القرآن المجيد على ذلك قضايا كثيرة سنتعرض لبعضها أما الأسرة في الغرب في الإطار الذي ذكرناه فقد بدأت بالتفكك من الالتزام والمسؤولية واعتبر الالتزام والمسؤولية قيدا شديدا على اللد ومبدأها والحرية الفرضية ومركزية الإنسان والتراضي وحق الإنسان في أن يحصل على اللد ما دام لم يجبر أحدا لم يفرض إرادته على أحد بل تم ذلك في إطار مناء التراضي فبدأت بتقليص عملية الاهتمام بالإنجاب وتحمل مسؤوليتها كنزاعات الجاهلية القديمة ثم مسؤولية الإنفاق بعد كل التطورات الاقتصادية التي جرت والتطورات الصناعية وما إليها ودخول المرأة ميادين العمل فلم يعود هناك اعتماد في الإنفاق على المرأة على مجهود الرجل بل صارت مثله تعمل في خارج البيت وتعمل في داخله وتشعر بنوازع الاستقلال والفرضية تشتد عندها بدرجة تجعلها في بعض الأحيان تخاف على جمالها من الحمل والإنجاب وما يترتب على ذلك خوفا على جمالها أو قوامها فضعفت عواطف الأمومة وتراجعت عن القضايا الخاصة بجسد المرأة وجمالها فبدأ البعض يفكر بالتبني واستئجار الأرحام وما إلى ذلك وسادت الرغبات الفرضية المتحللة من القيود وظهرت مفاهم بويفرند لتحل محل الزوج والغولفرند لتحل محل الزوجة والستمرس الكرة في القرة في التضحرج إلى أن وجدنا أنفسنا اليوم نشهد حوالي ستة أنواع مما يسمى بأسرة فهناك الأسرة التقليدية كما يطلق عليها وهي التي ستتعلف من زوج وزوجة بينهما التزام وإلى جانبها أسرة تتألف من شادين جنسيا وقبلت لحد الآن ولاية أمريكية بهذا النوع من الزواج واعترفت به واعتبرت شخصيتهم القانونية شخصية زوجية وكذلك إذا اتفقت صحاقية على أن يعيش معا قد وفق القانون بهتين الولاياتين على توحيد دمتهما المالية واعتبار هتين الشادتين أسرة كذلك ثم برز نوع آخر وهو أن يتبنى رجل لقيطا أو يتيما فيشكل معه أسرة وكذلك الحال بالمرأة التي تتبنى ابنا لغيرها وتكون معه أسرة وكذلك حالة البويفريند والجورفريند فصار لدينا ستة أنواع وكلها لها صوابق في التاريخ الإنساني وفي جاهلية العرب وبقية الشعوب وبعد كل ذلك التفكوك أدرك الغرب أن حضارته قد أصبحت في خطر وأن هذه المجتمعات أصبحت مهددة بالتفكوك وهناك تكهنات وتنبؤات وتوقعات بتفكوك بعض الدول أو المجتمعات في غضون خمسين عاما تقل أو تزيد وقد برزت أصوات في الغرب من أولئك الذين اطلعوا على القرآن الكريم وإلى تاريخ المسلمين بضرورة الاستفادة من الشريع الإسلامي في هذا المجال وإعادة بناء الأسرة وفقا لما جاء فيها لتلافي الإنهيار المتوقع لتلك المجتمعات ومع أن هذه الأصوات ترتفع وتزداد يوما بعد آخر لكن من المؤسف أن واقع المسلمين لم يعد مشجعا على الإقبال على هذا الحل نظرا لأن الأسرة المسلمة قد بدأت أيضا بالتفكوك والتحلل لأسباب كثيرة تشترك في كثير منها مع الغرب وتنفرد في بعضها فكيف نعيد بناء الأسرة المسلمة مجددا لإحياء وبعث أمتنا من ناحية ولتقديم النموذج والمثال المطلوب على المستوى العالمي الموضوع جميل جدا كيفما كان عرفوه حاليا أن الغرب يعيش نوعا من الصراعات خاصة الناس الذين يعيشوا في الغرب يعرفون ذلك ويشاهدون المشاكل التي يعيشها الغرب يوميا في الشارع في الأسر في المدارس في الجامعات يعني في كل مكان حتى المحاكم أصبحت تتلقى عددا كبيرا يعني من هذا النوع من النزاعات الأسرية والنزاعات العائلية نجد أن الأب يرفع دعوة على أبيه وأن البلد ترفع دعوة على أمها أو أبيها وأصبحت مشاكل كثيرة ومعقدة جدا أصبح الغرب عاززا على حل هذه المشاكل التي أصبحت تضرب في نواته التي كان يفتخر بها وافتخر بها في فترة زمنية لما كان الغرب يعرف تقدما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكلنا نعرف أن الغرب أصبح حاليا يتوجه إلى الانحطاط وهذا معروف والكل يعلمه يعني نعرف جميع المشاكل التي يعيشها الغرب حاليا في جميع دول لا في الاتحاد الأوروبي ولا في أمريكا الشمالية ولا في عدة دول التي يعني يعني تعتبر نفسها من أقوى الدول في ديمقراطيا أو سياسيا أو عسكريا وتتوفروا لها جميع الإمكانيات ورغم ذلك نجد جميع المشاكل الإنسانية التي أصبح الفرد يعني يواجهها يوميا حتى نجد في الغرب حاليا عدد الانتحارات التي أصبحت يعني شيء عادي في دول الغرب الانتحار عن طريق المخدرات الانتحار يعني جميع يعني هناك عدة طرق أصبح الناس يستعملوها للتخلص من حياتهم التي هي عبارة عن معاناة هي عبارة عن ألام هي عبارة عن عدة أشياء تجعل من الإنسان أنه يقرأ حياته ويريد التخلص منها نطلب من الله العافية نطلب من الله يعني أن يحفظنا ويحفظ أسرنا وأبناءنا وجميع أبناء المسلمين وجميع الإنسانية ولكن الظروف معقدة الظروف نعيش ضروفا خطيرة لو لم نعود إلى الطريق الصحيح إلى الطريق الذي رسمه لنا سبحانه وتعالى فسوف لن نذهب بعيدا وسوف ننتهي كما انتهت الأمم السابقة إخوة الأخوات كنت من يعجبكم الموضوع ورمضان كريم وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم الموضوع اللي قدمت لكم الآن هو من يعني الكتابة دي الموضوع كتبوا الدكتور طه العلواني يعني مقال جميل جدا أعطى معلومات قيمة وجميلة جدا وكانت منه يعني الناس يعني يستيقظوا من سباتهم يعني يجب علينا أن نتخلص من الأفكار المستوردة يجب علينا أن نتخلص من الأشياء يعني التي يقدمونها لنا كأنها جميلة ولكن في العكس هي من أقبح القبائح يعني نتمنى من الشعوب يعني شعوبنا المسلمة أنها تتخلص من استراد هذه المشاكل التي يعتبرونها أنها تخدم الفرض وتخدم المجتمع وتخدم الوطن يعني عدة أشياء نسمعوا حاليا كما يقعوا حاليا في المغرب من خلال يعني تسوية تسوية يعني وضعية المرأة وحرية المرأة وكم كتشوفوا يعني المشاكل التي يعيشها المغرب ولكن هاتش كله يعني من جنة هاتش كله هاتش كله جاء من استراد طبائع الغرب من استراد الوجه الجميل الذي يقدموه لنا ذاك الوجه الجميل للغرب ذاك الوجه الجميل للحضرة الغربية التي تدس يعني جميع أنواع الخراب في باطنها ولا هذا هو الموضوع وإخواني أخواتي إلى فيديو آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر